نروح لشأن عربي آخر في لبنان وطبعاً هارككم متابعين آخر لمستجدات الإيجابية وإن شاء الله تظل دايماً لبنان في أمن وأمان واستقرار من يومين كان تصويت البرلمان اللبناني على منح الثقة للحكومة الجديدة حكومة ناجيب ميقاطي اللي تشكلت بعد 13 شهر من الفراغ السياسي وبالتالي بيقع على عتقة مهام صعبة من بينها طبعاً البدء بالإصلاحات اللي بتستهدف استئناف المفاوضات طبعاً مع صندوق النقد الدولي اللي كانت علقت من شهور نتيجة لي الأوضاع السياسية المتردية محاولة وقف الانهيار الاقتصادي اللي بينهش البلاد والليرة في أدنى مستوياتها النهاردة وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصال هاتفي برئيس الوزراء ناجيب ميقاطي هناء خلال الاتصال على نجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة وتمنى له كل النجاح في التعامل مع التحديات الكبيرة اللي بتوجهها لبنان في ضوء طبعاً التأزم الحاصل في الوضع الاقتصادي وزير الخارجية سامح شكري أكد لرئيس الحكومة اللبنانية أن مصر لا تتخر وسع في التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق ما فيه صالح شعب لبنان بهدف إعادة الأوضاع في لبنان إلى ما كانت عليه قبل تأزمها في الشهور الأخيرة نتابع هذا التقرير ومن بعده نخرج إلى فاصل طيب نتابع التأرير الأول بعد 13 شهراً من الفراغ السياسي صوت البرلمان اللبناني على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة ناجيب ميقاتي حكومة تواجه أوضاع صعبة ويقع على عاطقها حل ملفات كبيرة في مقدمتها البدء بإصلاحات اقتصادية لأجل بدء استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووقف الانهيار الاقتصادي الذي بدأ يضرب البلاد وتألفت الحكومة الجديدة من 24 عضواً بينهم امرأة واحدة وجاءت بعد توافق بين أبرز القوى السياسية باعتبارها حكومة إنقاذية ويقع على عاطقها أيضاً الإعداد للانتخابات البرلمانية المحددة في مايو القادم وتشهد لبنان أزمة محروقات حادة منذ أشهر كان لها تأثيرها على توفير التغذية الكهربائية في كل المناطق فضلاً عن تراجع احتياطي المصرف المركزي من جانبه أجرى وزير الخارجية المصري سامح شوكري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء اللبناني ناجيب ميقاتي هنأه خلاله على نجاحه في تشكيل الحكومة اللبنانية متمنياً له كل النجاح في التعامل مع التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان على ضوء تأزم الوضع الاقتصادي من مصر طارق أحمد ترجمة نانسي قنقر